حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي المليحي عن أبيه أن يوم حناي كان مطيرا قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا بهز حدثنا شعبة قال قتادة أخبرنا عن أبي المليحي عن أبيه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حني فأصابهم مطر فنادم ناديه أن صلوا في رحالكم حدثنا بهز حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أبو المليحي عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حناي في يوم مطير الصلاة في الرحال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلبت عن أبي المليحي قال صليت العشاء الآخرة بالبصرة ومطرنا ثم جئت أستفتح قال فقال لي أبو أسامة رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية مطرنا فلم تبل السماء أسافلني علنا فنادم نادي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم حثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلبت عن أبي المليحي عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفلني علنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم حثنا إسماعيل أخبرنا سعيد وابن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليحي بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع حثنا إسماعيل أخبرنا خالد عن أبي قلبت عن أبي المليحي بن أسامة قال خرجت إلى المسجد في الليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي مونهذا فقالوا أبي المليحي قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسفلني علنا فنادم نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة وعن قتادة قال سمعت أبا المليحي يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت يقول إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول حثنا عبد الله بن بكر السهيمي حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليحي عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقيصا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله تبارك وتعالى شريك حدثنا بهز عن همامين قال حديث الشقيص في العبد مرسل حثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة أن أبا المليحي أخبره عن أبيه أن يوم حني كان يوما مطيرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي الصلاة في الرحال حثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليحي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع حثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن أبي المليحي عن أبيه أنهم أصابهم مطر بحني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلود في الرحال حثنا يحيى بن سعيد عن سعيد حدثنا قتادة قال سمعت أبا المليحي يحدث عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير تهور حثنا محمد وهو أبن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليحي عن أبيه أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحني في يومين مطير أمر مناديه فينادي إن الصلاة في الرحال حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي المليحي عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له من مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو حر كله ليس لله تبارك وتعالى شريك حدثنا أبو سعيد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عن أبيه حدثنا سريج حدثنا عباد يعني ابن العوامي عن الحجاجي عن أبي المليحي بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء حثنا يونس حدثنا أبان عن قتادة عن أبي المليحي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه يوم حناي في يومين مطير فنادى الصلاة في الرحال ترجمة نانسي قنقر